السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة جوديز انجليش ويرلد ايه قناة اللي نتعلم فيها كل ما يخص اللواء الانجليزية بشكل جدا مبسط فياريت تشتركوا معنا واتفعلوا الجرز على الكل عشان يوصلكم كل جديد مننا ان شاء الله معكم مسئمان والنهار ده هنتعلم كلمة مهمة جدا بنشوفها في كل مكان بنروح فيه زي ما شفنا في العنوان وفي السورة المصغرة هي طفاية الحريق في اي هيئة في اي مبنى ده من دواعي الامان والسلامة فلازم نكون عارفين معناها والفعل المستخدم معها ان شاء الله الفيديو يا رب يعجبكم وهيا نبدأ على بركة الله اولا هنبدأ بالحريق الحريق يعني fire 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 وهو مقطع واحد fire تمام بعد كده طفاية الحريق اسمها fire extinguisher هي طويلة شوية واحنا هنجزقها المقاطع ودي دايما نصحتي لما تكون كلمة طويلة علينا ومستغربينها هنجزقها لمقاطع صوتية وبالنسبة لنا كده هتبقى سهلة خالص ان شاء الله في الحفظ وفي الاسبيلينج تعالوا كده نقول مع بعض اكس تين جوشر اكس تين جوشر اكس تين جوشر اكس تين جوشر fire اكس تين جوشر خلي بالك ان بنقول اكس مش اكس لا ده صوت ال ا ا ا ا زي اج elephant تاني اكس تين تين اللي هي كلمة علبة صفيح تين اكس تين اكس تين اكس تين جوشر اكس تين جوشر اكس تين جوشر fire اكس تين جوشر fire اكس تين جوشر تعالوا على طول لدخلها بجملة وده افضل طريقة لحفظ الكلمات اللي احنا نحط الكلمة في context في سياق المعنى ونستخدمها مباشرة كده it's a fire extinguisher it's a fire extinguisher اكس تين جوشر اكس تين جوشر اكس تين جوشر fire extinguisher fire extinguisher fire extinguisher اوكي تمام الفايرفايتر بقى اللي هو رجل الاطفاء fire fighter بيعمل ايه علشان يخمد الحريق ويطفئ الحريق بيعمل فعل اسمه put out put out put out ونركز على صوت البه put out put out the fire the fire fighter used the fire extinguisher to put out the fire or to put the fire out again بصر الصورة the fire fighter used the fire extinguisher to put out the fire the fire fighter used يعني رجل الاطفاء استغدم the fire fighter used the معايا fire extinguisher to put out the fire استغنم رجل الاطفاء طفاية الحريق لكي يقوم بإخماد الحريق وطبعا لازم نعرف ان شاحنة الاطفاء اسمها fire truck fire truck fire truck اللي موجودة قدامنا في الصورة والمحطة اللي بتقف فيها شاحنة الاطفاء محطة الاطفاء fire station fire station fire station fire station شاحنة الاطفاء fire truck fire truck محطة الاطفاء fire station يبقى النهاردة خلال الفيديو تعلمنا خمس كلمات مهمين جدا اول كلمة fire اللي هي الحريق او النار fire وعرفنا طفاية الحريق اسمها ايه fire extinguisher وبعد كده fire fighter اللي هو رجل الاطفاء وشاحنة الاطفاء fire truck ومحطة الاطفاء fire station وطبعا الفعل المستخدم في إخماد الحرائق يخمد الحريق يعني put out the fire put out the fire يارب يكون الفيديو عقابكم واستفدتم منه ياريت تسيبوا لي رأيكم في التعليقات وان شاء الله ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم كانت معكم مس إيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة